بمجرد ما الراجل أعلن فيه أحد الفضائيات إنه شاف الحلم بسرعة أردوغان طلع قال إيه أردوغان قال إيه قال ده فيه انقلاب وبدأ يتوت يقول فيه انقلابات وبدأ يقول يا جماعة أنا خايف من الانقلاب لأنه الخطة بدأت بالرؤية الحلم ما ينطق عن الهوى طلع أردوغان قال هذا الكلام طيب أول ما الراجل طلع قال إنه فيه انقلاب هيحصل بسرعة أنصار أردوغان ميليشيات أردوغان إعلام أردوغان شيوخ أردوغان يدقى يجهزوا الرأي العام إنه يبدأوا يتحركوا إيه كلنا مولين لأردوغان ولا الناس ما هنفيه انقلاب عليه تعالوا يشوفوا أول حاجة مجموعة من المسلحين اللي تبعين لمين لتنظيم القاعدة عملوا إيه عملوا إيه جم وقفوا لابسين ميري وطلعين اللي هيقرب من أردوغان في أي مكان هنفروم سمعوا شوفوا الصور اشتركوا في القناة يبقى القاعدة وداعش خذوا الخيط وقال لك أردوغان ده خط أحمر فاكرين زمان لما الجماعة بتقع القاعدة عندنا وبتقع داعش اللي كانوا موجودين أيام محمد مرسي اللي طلعهم السجون رفعوا نفس العالم برضو أهو ده كان فين دي كانت في ربعة دي كانت في ربعة برضو تنظيم القاعدة وتنظيم داعش والعالم الأسود نفس الفيلم بشوفه قبل كده تعالوا شوفوا بقى معايا ميليشيات أردوغان يبقى دي الشيخ طلع شاف الحلم والقاعدة طلعت رفعت العالم ميليشيات أردوغان هردوا قالوا إنه احنا بنحمل السلاح ما تخافش وبيرهبوا الشعب اللي هيطلع له منا هذا تفرجوا ما تخافش تعالوا نعم. الله يعطي بذلك هذا يسمي هذا يومي سوف تنتظر وصوله هذا يومي يومي كل هذا اشتركوا في القناة